السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدري ديماشا الله نفسي توصل الحقائق زي ما بتوصل الإشاعات يعني كل بعد سبوعين ثلاثة كل ما ننسى السنابشات يطلع لنا بشاعة جديدة كل ما ننسى السنابشات يطلع لنا بشاعة جديدة آخر الإشاعات أنه حيتم إيقاف السنابشات نهائيا طبعا كثير أرسلولي وأرسلوا لغيري والصور منتشرة في الواتس وفي السناب وإلى آخره أنه حيتم إيقاف السنابشات والمعلومات والتسريب المعلومات يا جماعة الخير ما في حاجة اسمها إيقاف السنابشات السنابشات شركة شركة ربحية جالسة تربح من وراء الناس جالسة تستخدم إعلانات فما في حاجة اسمها إيقاف السنابشات أي شي بيتم إيقافه بيتم بعد خسارة وحيتم الإعلان عن خسارة الشركة والمستثمرين والشركاء وإلى آخره يعني فيلم طويل عريض يعني وقته حيقرر أنه يقفل برنامج يعني مو واحد كده صحي من النوم صاحب السنابشات والله بقفله على المستخدمين شركة موظفين ودنيا يعني عالم كبير يعني حاليا هذه إشاعة هذا الخبر هو مجرد إشاعة ما في شي حيتم إيقافه وما حينقفل السنابشات ولا شي خلينا الآن ندخل على الموضوع المهم جايب لكم عدسة رهيبة جدا عدسة فكرتها ترفع الصورة من ألبوم الصور يعني بشي بخطوة بسيطة جدا فوق كده فيها تسعة وثلاثين تأثير تقريبا تأثيرات اللي هي الفلاتر أيضا بضغطة زر الآن حنشوفها مع بعض كيفية تركيبها ورابط العدسة حتلاقوا بصندوق الوصف من المصمم عالم الآيفون أخونا مشهور الحارفي العدسة جدا رهيبة وأيضا بحاول أجب لكم عدسات وأرفقها في نفس الصفحة في نفس الرابط اللي بتلاقوا بصندوق الوصف وحساب اللي صمم العدسة هذا هو الآن ظاهر أمامك ما بيبخل على أحد اللي حابب يتعلم تصميم العدسات أي سؤال خاص ببرنامج تصميم العدسات يتواصل مع الأخ وبإذن الله ما حيقصر معه خلينا نشوفها العدسة كيفية تركيبة واستخدامها مع بعض طيب بعد ما بتضيف أي عدسة حنشوفها إن شاء الله كيف زي ما بتضيف أي صديق بمجرد أنك تاخد كده ضغطة بسيطة على الشاشة بتظهر معاك الأعدسات اللي أنت أضفتها بهذا الجانب هذه هي عدستنا ألبوم الصور بمجرد أنك تختارها بتطلع معاك الصور هذه كلها اللي في ألبوم الصور عندي فحيكون بشكلها بهذا الشكل أيضا لو ضغطت على الشاشة ضغطة كل ما بتضغط ضغطة بيجيك فلتر فيها 39 فلتر فتختار الفلاتر اللي تعجبك أيضا من أهم مميزاتها إنها ما بيجيك اللي هو من ألبوم الكاميرا أو من الساعة كده كأنك مصورها عادي يعني حتى لو بترسلها الخاص كأنك دوبك مصورها فهذه هي مميزاتها طبعا العدسة تقع 48 ساعة لو أنت حابب إنك تضيفها مرة ثانية فها حيكون إضافتها أيضا جدا سهل وبسيطة من الإعدادات بدون مسح اللي هو الإسكان تباعها مرة ثانية طبعا لو دخلت عندك إعدادات السناب شات عشان تضيف العدسة بعد انتهاء 48 ساعة حتحصل عندك خيار اسمه السناب كوتز حتحصل عندك اللي هو فحص السجل لو ضغطت عليه حيطلع لك كل العدسات اللي أنت قد أضفتها قبل كده فهذه هي بمجرد أنك تضغط عليها وحتسوي لها اللي هو فتح لمدة 48 ساعة طبعا العدسة الآن لأنها شغالة عندي فخلينا نجرب مثلا عدسة ثانية هذه هي إلغاء القفل لمدة 48 ساعة أيضا هذه عدسة جدا مميزة وهي خاصة بالألوان وإلى آخره فحيكون عندك العدسات بهذا الشكل موجودة هنا سهلة وبسيطة أما إضافتها جدا سهلة وبسيطة بمجرد أنك تضغط على إضافة صديق بعدها حيجيك رمز اللي هو الاسكان على طول حيدخلك على ألبوم الصور عندك وبتضيف العدسة مباشرة وهذه هي صورة العدسة أو كود العدسة لو أنت حابب تصور الشاشة الآن لو أنت حابب تضغط على الرابط اللي بصندوق الوصف أسفل الفيديو فتقدر تضيفها أيضا مباشرة الآن وصلنا إلى نهاية الفيديو يعطيكم ألف عافلة لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة